اللي تبحثون عن نماذج الطيبة المشرفة للكويت والكويتين وبنات الكويت رح تعرفون أكثر وأكثر من خلال هذه الفقرة تعتبر البطولة العربية المفتوحة للروبوت واحدة من أقوى المسابقات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت حيث يشارك فيها فرق طلابية من الدول العربية بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة أبناء الكويت بفضل الله وفي إنجاز جديد لهم حصدوا المراكز الأولى في ثلاث مسابقات متنوعة في ختام البطولة العربية العاشرة للروبوت المقامة في قطر بمشاركة عربية كبيرة مثل ما استضفنا قبل يومين شباب من الكويت نستضيف اليوم شابات أيضا من الكويت ويسعد أن يكون معنا اليوم تنتين من الفائزات وهما نور صباح لعنزي وبدور فهد الفودري سأدرتش معاهم حول هذا الإنجاز لكن بعد هذا التقرير حياكم الله يا حبتنا أبدأ مع أختي نور بالبداية مبروك وتستاهلون هذا الفوز وهذه الجوائز وأيضا أبارك لبدور شلون وجدتوا المشاركة في مثل هذه البطولة وسط هذا العدد الكبير من المشاركين بالبداية أحب أقول أننا فريق مكون من أربع بنات الله يحفظك نور صباح لعنزي معاك وبدور الفودري اللي قاعدة أمي وشيخ الصباح لعنزي وأسماء عادل الفودري طبعا ما قدروا اليوم يحضرون معانا الله يحفظك والمشاركة كانت جدا قوية ومنافسة قوية كانت تقريبا في 14 أو 13 فريق من دول مختلفة من دول عربية وليس فقط خليجية ففعلا كانت منافسة قوية بيننا والمحكمين كانوا جدا دقيقين في التحكيم بيننا كفرق وهذه كانت مشاركتنا بموضوع مشاركة قوية منافسة منافسة نعم بدور خلينا نتكلم عن المشروع اللي حصلتم فيه المراكز الأولى شنو كان مشروعكم مشروعنا هو عبارة عن نظام حماية حق السيارة نظام حماية حق السيارة زين كانت الفكرة عبارة عن إذا في شخص حاولنا يسرق السيارة أو محاولة تسرقها مجرد من أن يبطل باب السيارة رح توصل صورة الشخص اللي يبطل باب السيارة بالإيميل حق صاحب السيارة بالإضافة حق إذا صار حادث بعد دعمت سيارتك وهي صافة بمكانها نعم توصل لك في لوحة السيارة اللي يدعمتك هم بالإيميل لحظة الآن المشروع من فكرتين إذا في أحد يسرق السيارة من أول ما يلمس السيارة أو يبطل الباب توصل صورة الشخص اللي يبطل باب السيارة تصور لوحة أين الكاميرا؟ أمامي بالجزء الأمامي بالسيارة والجزء الخلفي هذه تسلط الضوء على وجه السارق سواء ليلي أو نهاري تصوير ليلي أو نهاري حلو يبين شكل السارق هذا واحد الثاني إذا حصل وأحد صدم السيارة أو مثل ما نقولها بلاجتنا دعم السيارة تصور لوحة السيارة الأخرى؟ السيارة لدعمت سيارتك السيارة مو بس اللوحة السيارة تصورك السيارة فرح تبين معاك اللوحة السيارة هذه وين توضع الكاميرات؟ هي كاميرا واحدة؟ كاميرتين؟ نعم بالجزء الأمامي والجزء الخلفي حق السيارة هي عبارة عن بانوراما يعني تصور بشكل عام سيارة كلها من كل الجهات مزيد شلون طرت عليكم هالفكرة هذه اختي نور بالبداية كنا مجتمعين يعني قاعدين إحنا الأربعا نتفق على شل المشكلة الممكن حلها هي مشروع تخرج على الفكرة وهو مشروعنا للتخرج من كلية طيب فكنا مجتمعين شل المشاكل اللي احنا نواجهها في هذه الأيام فكانت المشكلة اللي احنا شفناها أن المرضى اللي يسوقون في مسافات بعيدة شلون حالة إغماءة أو مثلا سوى حادث مسافة بعيدة شلون ممكن حلها المشكلة فمن هالمنطقة يعني من هالمشكلة هذه بدأنا شوي شوي ندش بالمشاكل اللي في السيارة شلون ممكن تعاني وانت في السيارة كسائق كمالك للسيارة طبعا أنت كسيارة لك هذه ملكية وفي لك حقوق فيها وكل ما فيها ملك صاحب السيارة نعم طيب فوايد هما رحنا سونا بحوثنا شفنا الأحصائيات فلقينا أن أكثر مشاكل كانت تواجه السائق هي مشكلة والسيارة واقفة أنها تندعم أو تنصدم وهي واقفة وتتم سرقتها وهي واقفة وانت ما تدري من نسرقها والمشكلة الثالثة بعد كنا نحلها اللي هي نسيان طفل أو مثلا حيوان وانت بكرامة أننا في السيارة يعني هذا بالنهاية روح صحيح فإذا أنت نسيتها ممكن السيارة سوي لك ريمايندر بالإيميل أنت نسيت شخص في السيارة بنفس الوقت تشقل إضاءة السيارة لكي الناس تنتبه هذا الشيء الثالث اللي ما ذكرنا الميزة الثالثة اللي ما ذكرنا ما ذكرته الآن نحن نتكلم عن إذا تمت سرقة السيارة تصور الشخص إذا صدمت السيارة مع موقع السيارة مع موقع السيارة تصور السيارة اللي صدمت سيارته مع موقعها الشيء الثالث إذا كان هناك طفل أو حتى حيوان يعطي منبه بالإيميل وبإضاءة السيارة أنه فيه شخص موجود أو فيه روح إذا صحب تعبير بشكل عام طيب أنتوا فكرتوا بهذا الشيء وبينكم وبين أنفسكم من الذي كان يساعدكم من العوامل المساعدة الأخرى من الجهات سواء من المعهد أو فيه مراكز أخرى أحنا وشي خذينا دورات نحن بنفسنا نحن نحن نشغل نفسنا خذيناها بالجمعية التقنية المعلومات كانت بالرضا خذينا الدورات بنفسنا نحن نطورنا نفسنا من نفسنا حلو كان فيه دعم من الدكاترا ولكن كل الشيء كان مننا نحن نعم مجهود شخصي من الدكاترا أو الذي دعمكم أيضا أختي نور خلال المشاركة في المسابقة قبلها وتشجيع وبعدين خلال المشاركة قبلها بصراحة كل الشكر الدكتور عبد الرحمن كندري فعلا تعب معنا وائد يعني مش معنا خطوة بخطوة كان أول بأول شنونس ياسر معاكم وما وصلتوا وخلال المسابقة شاركت معنا دكتور عبير العميري مع دكتور عبد الرحمن كندري وفعلا ما قصروا وسهروا معنا وتعبوا معنا وفعلا الحمد لله أثمر جهتهم مع الفوز بالجائزة بالتأكيد في خبرات اكتسبتوها خلال مشاركة شنو أهم هذه الخبرات التي اكتشفتوها بحيث أن تستفيدو منها إن شاء الله مستقبلا الخبرات التي اكتسبناها هي عبارة عن تبادل أفكار تبادلنا أفكار بيننا وبين بعض بالإضافة إلى تعلمنا من أخطائنا كنا نرى الفرق المشاركة معنا كنا نرى نطالع شنو ما يفعلون شنو أفكار اللي خذوا تعلمنا من أخطائنا يعني الأخطاء اللي هم يشوفون نحن تعلمنا منها أختي نور شنو تعلمتو يعني نشت تغربة لقاءتها بدور يعني كانت الفرق اللي مشاركة معنا هو عبارة عن معرض كان بالبداية معرض ثلاث أيام وخلال هذه المعرض تمر عليك لجنة التحكيم وتحكم المشروع يعني على فترتين فترة أولى وفترة ثاني يوم أول ويوم ثاني فخلال هذه الفترة اللي هو اليومين كنا نمشي نشوف المشاريع الأخرى شنو الأغلاط اللي يطحن فيها شنو الأغلاط اللي وقعوا فيها أثناء التحكيم يعني شنو الأشياء اللي حكموا عليها المحكمين عشان نعرف كيف ندارك الأخطاء هذه بحيث أننا ممكن نستفادة من أخطاء الآخرين يعني تأصدها طيب هل يمكن أن نعد الفوز بهذه الجائزة خطوة أولى نحو أعمال أخرى ومشاركات مستقبلية سواء على المستوى المحلي الإقليمي العالمي أكيد هي خطوة أولو هذه البداية لنا هذه البداية مثل ما قلنا هو عبارة عن مشروع تخرج وهذه البداية لنا إن شاء الله ما رح نوقف رح نشارك في أكثر من معارض في بطلات إن شاء الله ليايا شنو حاطيني ببالكم شنو المشروع اللي ممكن أن تشاركوا فيه في المستقبل القريب أو أكثر يعني لحد الآن ما فيه بس إن شاء الله فيه تطوير أكثر بعد فيه ميزات رح تنضاف إن شاء الله على نظام الحماية اللي احنا الآن شنو اللي وصلتوا فيه بعد ما نفتوا هذه الفكرة الآن فيه مركز معين يعني على سبيل المثال اللي أنا عرفين مركز الشيخ صباح أو النادي العلمي أو مركز الكويت التقدم العلمي يد أمثل هذه المشاريع صار بينكم وبينهم أي اتصال تفضل يا خبت نور طبعا صار بيننا وبينهم رحنا وقدمنا براءة اختراع في المشروع ومحمد الله تقبلوا الفكرة وإحنا حاليا في مرحلة العملية اللي هي البروست دخلوها للبحث عن المشروع وإن شاء الله إن شاء الله نتأمل من المركز إنهم يساعدوننا في أخذ براءة اختراع في أسرع وقت عشان ما حد يأخذ من عندنا الفكرة خلاص سجلت أعتقد الفكرة وخاصة يعني بعد هذا اللقاء وبعد مشاركتكم أيضا في البطولة العربية أعتقد أنها سجلت بانتظار أنه فقط تقيد بشكل رسمي الفكرة ممكن أنها تطور أو لا رح تبقى على ما هي عليه أكيد رح تطور شيء ممكن تطورنا فيها أيضا فيه إضافات إن شاء الله رح نضيفها على مشروعنا يعني مشروعنا تقريبا هو شبه كامل بس بقيلة أشياء في يعني تين الأفكار وايد فرح تطور إن شاء الله لأنه في أفكار وايد في بعضنا رح تصير بإذن الله خاصة لما ذكرتوني موضوع الطفل يعني الطفل كثير الحركة داخل السيارة ممكن أنتم تعملوا له سيفتي أهو بروحها يعني بداخل السيارة نجاحكم دليل على أن شباب الكويت قادر على تحقيق النجاح برأي شختي نور شنو ينقص شباب الكويت ليصل إلى العالمية الآن نحن المحلية الخليجية العربية إلى العالمية بصراحة اللي كان ينقصنا فعلا الدعم عفوا الدعم هو كان الشيء اللي ينقصنا أنه لمن سافرنا أو بالأحرى بدأنا مشروعنا من بداية نحن بالنهاية طلبة فكنا محتاجين من الكلية أو من الهيئة ميزانية ميزانية معينة المشروع التخرج نحن مكفولين أننا نفعل هذا الشيء نحن علينا الإبداع والإبتكار والأفكار وليس الدعم المادي هذه الأشياء ليس علينا أننا مفروض أن نكون من جهة الكلية هذا الشيء بالنسبة لي كان مفروض أن يكون من جهتهم وليس من عندنا وشيثا طبعا أكيد التشجيع بالنهاية نحن نودنا أننا دائما يشجعوننا ويكرموننا ويقولون أننا لحد لا تكرمنا بالكويت هذه الرسالة من بناتنا نور وبدور بدور حابت تقولين شيء أيضا شنو التي تطلبونا مثل ما قلت أنا في المقدمة وقلتها لزملاعكم والتي سبقوكم وقلتها أيضا لبنات أيضا مهندسات كانوا صانعين جهاز لمرضى السكر أنتم نماذج مشرفة تعكس الصورة الحقيقية لشباب وبنات الكويت شنو محتاجين أيضا نحن الآن بدورنا كتلفزيون وبرنامج قدمناكم وطلعنا الإنجاز ووصلنا للمشاهدين شنو محتاجين مثل ما قال زميل نور نحن محتاجين الدعم الدعم هو كاف أن يطلع من إبداعاتنا هذا اللي نحتاج صج الدعم رسالة من بناتنا بدور ونور ونقول نادي الكويت أو النادي العلمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مركز الشيخ الشيخ صباح الأحمد الموهوبين لأمثال هؤلاء يشرفون ونماذج مشرفة لأهل الكويت وبنات الكويت اللي يحققون نتائج طيبة في مثل هذه المجالات طبعا أنا أخذت سيلفي مع مهندسة مهندسات انتين وأخذت أيضا سيلفي مع أخوان لكم شاركوا في نفس البطولة وأتشرف أني أنا أيضا بعد أخذ سيلفي معاكم لأنه مثل ما قلت قلتوا النماذج الحقيقية اللي تكون مشرفة نأخذها على الكرين بعد أدنك مخرجنا استعذنكم ونوقف بعد أدنكم السيلفي هذه صورة معاك صورة معاك وموفقين ومشاهدينك كل الشكر والتوفيق لضيوفنا نور صباح العنزي وبدور فهد الفودري اللي هم فايزين بالمراكز الأولى في البطولة العربية العاشرة للروبوت اللي قيمت في دولة قطر الشقيقة شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا دار المسنين تحت عنوان تراحم يستمر المعرض لغاية يوم الثلاثة وقد قامت كاميرا برنامج صباح الخير يا كويت في تقطية الحدث لما له من أهمية في تعزيز قيمة التراحم بين الناس